من الموضوعات التي تفعلها كثيراً كثيراً لو عملت حلقة عن الضعف الجنسي وفهم أي حاجة خاصة بالضعف تجدد من الموضوعات التي يسألون فيها أو يتابعوها أو يتهمونهم أو تشغلهم عدد قليل جداً 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 بالمقارنة للناس الذين يتدورون وعيز أطول وعيز أضخم يجد عن فيه؟ العملية الجنسية نجاحة ليس معتمداً لا على طول ولا على تخن أو قطر العضو معتمداً على الصلابة فقط فقط الصلابة فقط وبالتالي إذا فقدت الصلابة تدور براحتك لك ما تبقاش إنسان عندك نصاب قوي والعضو عندك طبيعي يقول لي أنا عايز أطول ده نوع من السفة وسبحان الله اللي بيمش ورا الموضوع ده وربنا يعني ساددها فوش ليه؟ لأنه هو شخص سليم وبيدور على تغيير حاجة تغييرها بيدره ضرر بالغ إزاي يعني؟ إحنا الإطالة ملهاش علاج دوائي يعني مش هديك دوائي يطور لك مثلا إطالة ملهاش اللي وسيلة واحدة وهي ما يسمى بفك الرباط المعلق للعضو إيه بقى الرباط المعلق ده بقى؟ هذا العضو ربنا سبحانه وتعالى ميثبته في عضمة الحوت برباط مسكه في عضمة الحوت هو اللي بديله الصلابة أثناء الانتصاب ما يتحركش من مكانه مامسوك ثابت في مكانه وعشان كده بتبقى ليه قوة أثناء العلاقة ما تتوفرش لو فقدنا هذا الرباط لو إحنا فكنا هذا الرباط كل سنة وانت طيب العضو بقى عامل زي المرجحة مفيش حاجة مسبتاه تضغط عليه من قدام يردوا الورا مهما كان طوله والله لو طاولته مترين ما لهمش أي لازمة إطلاقاً خلاص إيه اللي مسبته بقى؟ مقال لحاجة خالص إيه بقى فدك بقى الطول؟ ده إذا افترضنا أنك هتطول فعلاً إذا يحصل إطالة يعني؟ الحاجة الثانية الأهم الطبيب اللي بيعمل لك الجراحة سهلة قوي 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 إن هو يضرب الأعصاب المسؤولة على الإنصاب يبقى أنت يا سيدي لو كان عندك إنصاب طبيعي فقدته كمان فقدت أهم ميزة تبقى ليه لعوض فيك؟ تبقى بتعمل ليه؟ إيه خليك تجري ورا حاجة؟ ضرارها مؤكد وليس منها أي نافع ده بالعكس بقى أنت ممكن اللي بيعمل لك الإطالة دوك يحصل تلايف في يقصر العضو أكتر يبقى أنت لو ربنا مدك طول العضو أثناء الانتصاب فوق السبع سنطي ما تفكرش في الكلمة دي خالص قال لي من سبع سنطي طبعا إحنا هو ده مضطر لأن قال لي من سبع سنطي هو لا يستطيع إقامة علاقة فحتى لو بتحصل مضاعفات يا سيدي هو هيقبلها مقابل بنعم العلاقة حتى ولو يعني هتقول لي هيفخد الانتصاب يا سيدي بيعمل له دعام هتقول لي طب ما فيقاش في صلاح بياسيدي بياس نب دي قال لي هو مضطر وخلاص عشان يخيم أي علاقة لكن التاني دوكة مش مضطر خالص فبلاش الجار وراء الواب والله ملايين ملايين الناس يوميا لا يشغلها إلا أنا عايز أطول أنا عايز أتأخذ إيه يا جدعان في إيه مش ممكن مش ممكن مش ممكن ياريت نفهم أن المعول الأساسي في العملية الانتصاب هو الصلابة للطول ولا القطر ودراسات أجريت على السيدات وقالت إن لا المتعة بتحصل بالطول ولا بالقطر بالصلابة فقط لا غير فليه بتجري ورا الواهم بقى وتقعد تعذب نفسك وتبهدل نفسك وتضيع نعم ربنا اللي عندك وتعيش بقى بدوامة ملهاش لازم إلى اللقاء في حلقة قادمة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر